الاهلي عنده مشكلة في انتدام مهاجم المشكلة دي جاية منين؟ جاية ان تموحات وتوقعات النادي الاهلي بقت اكبر من الاسماء اللي بيجيبها دي كلها يعني ايه؟ يعني دول ينفعوا في البطولات المحلية والافريقية انت دلوقتي بقى هدافك عالمية دول ماينفعوش ومامنفعوش ومانفعوش هتقول لي اه كريم ماهما كانش جاب انتوني مودست مافيه مهاجمين تانيين حتى في الدولة المصر كانوا ممكن يبقوا جمدين ماشي تعاني مشوا واحد واحد تقول لي مثلا ايه ما بلوله كويس معاك احسن مواجم في الدولة المصر هم ما بلوله بيلعب ليه في الدولة المصر يا جماعة ما بلوله بيلعب ليه في الدولة المصر عشان مانفعش يلعب في أوروب عشان هو مش مستوى يلعب في أوروب مش مستوى أوروب مش مستوى عالمي وبالتالي لو كان موجود مع النادي الاهلي النهاردة وبيلعب قدام فريزة ده ممكن ما كانش يبقى جيد ممكن مش يعني الله أعلم بالغيب بس ممكن ما كانش يبقى جيد والدليل انه ملقبش في غرب ده بديك يعني ده اللي جيب بالي مسلا دلوقتي بالاش بالاش قالك ما الاهلي مقدر مكان يشتري مودست كان راح يجيب فيستون مايلي اللي بيلعب فيه بيراميز وكان هدف كونفدلية ودولة أبطال أفريقك كان يبقى أحسن ماشي هو فيستون مايلي جيه جيه للبيراميز ما احترفش في أوروبا ده ما هو خارق وعظيم وجامد هو ينفع يلعب في الدولة ماس يلعب في قطور الدولة أبطال أفريقك أخوة مش يجي له عروض من أوروبا كبير طيب بلاش قالك طب ما كان جون إبوكا بقى أحسن وخلاص كنا جمناه في السيف وكان ماشي الأمور يعني كان يبقى أكيد أحسن من مودست آه جون إبوكا يعني عمل ايه ده راح راح يحترف في ليبيا وما نجيحش أصلا ورجع تاني ويعني مش مهاجم خارق يعني فالمشكلة أنه الأهلي لازم يبص على مهاجمين على مستوى طموحاته الأهلي في رأيي توجهه كان سليم أنه يبدأ يجيب بقى مهاجمين من أوروبا مهاجمين جامدين بقى طيب أنت جبت مودست جبته في لي ودفعت له مليون وسبعمائة ألف دولار طيب لو رحت جبت مهاجم في نفس الليبل ده اللي من المهاجمين اللي بيعابه في أوروبا يعني وده سمعته كتير راح الأهلي دور في تركيا وبص على مهاجمين فتسمع أرقام بقى ليه إيه هتشتريه بسبعة تمانية مليون دولار واللاعب عايز ياخد تلاتة أو تلاتة ونص أو أربعة مليون دولار في الموسم طب هيعمل كده الأهلي إزاي يا سيدي معه فلوس ودفع السبعة مليون دولار شرى اللاعب صح كده طب اللاعب اللي جايبه دوت هيقول له عايز تلاتة ونص أو أربعة مليون دولار في الموسم ده علي معلول علي معلول قال لك هجدد بس هتساوي مودست اللي هو أعلى لعب في الفريق اللي بياخد مليون وثمانية ألف دولار طب لو جبت لعيب بتلاتة ونص أو أربعة مليون دولار في الموسم هتعمل إيه في بقى اللاعب اللي عندك بس أنا بحط نفسي بك أنا أرد على فكرة كنت غاضب زي زيك بس بحاول أحسبها بالمنطق مش عايز بس إيه أروح رامي اتهامات وخلاص عالكل طيب طب يا كريم إنت من شوية قلت لي بس الأهلي عنده أخطاء طبعا هقول لك عنده أخطاء في إيه زمان الأهلي لما كان بيجيب مهاجمين كان يروح يجيب فليكس عنده 17 سنة يروح يجيب فيلافيو قبل ما أي حد في أفريقيا أو في أوروبا يحسوا بيه كان يروح يجيب لعيبة من النوعية داية فيبقى البداية عندك من هو صغير الأهلي ما تبود يعمل كده اللعيب اللي موجود في القرى الأفريقية قبل ما أوروبا تشم ريحته وتحس إنه هو كويس فيطلع على أوروبا ما يجيلكش حاول أنت تروح تخطفه وصبر عليه هتكسب حاجتين هتستفيد منه فنيا وهتستفيد منه تسوييا بعد كده لك عشان أنت تروح تجيب مهاجم من القرى الأوروبية يكون حتى أفريقيا بس بلعب في القرى الأوروبية هتدفع فلوس كتير قوي قوي وفي الغالب هتطلع زي مودست مخلص زهق من الكورة مش عايز يكمل في أوروبا فعايز يتقاعد فتازي تجيب من أفريقيا من تحت قوي تنزل تحت كده وتشوف الشباب الصغير فين الكشفين أنا مع كامل الاحترام يعني فيه تيم كشفين سكاوتينج في النادي الأهلي هم دول بيدوروا على لعبين بس موجودين في أوروبا وبالعبوا في أندية كبيرة وبتاع عشان الأهلي يجيبهم لا ده دولهم الأساسي يدوروا على اللعيبة اللي مش متشافة ومحاجش يعرف عنها حاجة حد يقولك طب والله فيه مشكلة في مسؤول التعاقدات في النادي الأهلي والله 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 كمان مرة أنا ما بدافع عن حد في النادي الأهلي أنا بحاول حط نفسي مكان أي مسؤول في النادي الأهلي وبيفكر إزاي هحط أنا نفسي مكان أمير توفيق تمام وهتقول لي أصلا أنت أسرت في التعاقدات مع مهاجمين أفارقة أو أجانب بيجو النادي الأهلي هقولك كلف يا سيدي كلفش عارف إيه يطبخ يا سيدي صح صح مدير التعاقدات في النادي الأهلي عشي تبقى عارف على مرة التاريخ بيما فيهم المهان سعاد للكاعد اللي هو الناس بتعامل معه انه هو المدير التعاقدات التاريخي في النادي الاهلي بما فيه هم من سعد لقاعي هو اللي بيحصل ايه بيروح للنادي الاهلي هو بيروح للنادي الاهلي يقول لهم انا اتفقت مع لاعب اللاعب ده هياخد رقم الفلاني تمام موافقين ولا مش موافقين يقول له موافقين خد طب قالوا له مش موافقين هو يعمل ايه كمدير التعاقدات هيدفع من جيبه مثلا هياخد قرض ويجيب مهاجم للنادي الاهلي فهمني طيب هل مدير التعقدات أصلاً شغلانته أنه يبحث أصلاً عن لعبين أساساً ده غلط فيه اتنين المفروض يبحثوا عن لعبين في الندي الأهل المدير الرياضي المفروض هو مدير الكورة ده واحد اتنين فريق السكاوتينج فريق الكشفين هم دولة اللي بحثوا عن لعبة وبعد كده يقولو اللي مدير التعقدات لو صباحة روح أتفوض معاه ولكن الحتة دي فيها خلال ماء لازم الندي الأهلي يعدلها ولازم النادي الاهلي يجيب مهاجم ولازم النادي الاهلي يجيب مهاجم في يناير لازم وانطوني مودست مش هينجح في النادي الاهلي ربما لعدم انسجام لعدم انسجام مع الأجواء طلع لا يصلح ما برضو أنا أصلي الناس تقولك إيه مالغالي أخطف أنا جايب لعيب عنده صليبة يا جماعة لعيب كان لسه بيلعب من كم شهر في الدول الألماني غريبة صراحة طيب أصلح يعني إيه ده كان آخر موسم ليه في الدول الألماني وله أهلي جايب لعيب مخلص ده حتى لو مخلص ده حتى لو مخلص يعني شفنا منه نفح ده اللعيبة المعتزلة اللي كان بتلعب في أوروبا لما بينزوي لعبه مباريات خيرية في انترون مباريات خيرية يقولك فريق نجوم زملاء زيدان وفريق زملاء مش عارف ديالما دي التاريخي لما بينزوي لعبه بيقده أحسن اللي هم بيكون معتزلين من زمان بيقده أحسن من مودست فمودست حكايته أتصور لا بدنية ولا فنية هي حكايته عدم انتسجام مع الأجواء تصوري زي لعيبة المصايكة اللي بتسافر أوروبا بتبقى مميزة جدا هنا ما تنسجمش في أوروبا فبترجع على طول مش النهاء عشان لعيبة مش كويسة عشان معرفوش ينسجم معلو أتصور نهو ودي الحكاية اللي لازم نقولها بصراحة نادي الأهلي وده خبر بقى بيدور فعليا عن مهاجم يضموا في شهر يناير اللي جاي بس الأهلي مش حاولت بطجة كبير عشان يناير يعني مش حاولت ميزانية كبيرة لللعب الجديد وبيحاول يدور كمان على لعبين عقودهم بتخلص أو فسخين عقودهم في أوروبا ويدفعولوا للعقد بتاعه الثانوي بتحديد اللعبة أفارقة لا لا هيجيب مهاجم في يناير أنا بأكد لها هيجيب مهاجم هيجيب مهاجم مش هينفع هيكمل بمودست مش هينفع هيكمل بكهرباء الواحد ومش هينفع هيكمل بصراح محسن لو تسامح معه مثلا مرسل كورر الوضع بالنسبة للهجوم النادي الألي فيه مشكلة طيب